كل عزائي وكل مصيبة تحضري الزغر ومن قلوب شاجر لهيبة تنوح بالحسر ع الغريبين وع الغريبين تجذب العبر ع الغريبين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرفي بريته الأمجد المؤيد المسدد أبن قاسم المصطفى محمد لغضاء الحوائج فرج الهموم كشف الغموم غضاء الديون تسهيل الأمور يتقبل منا ومن السامعين والحاضرين والمؤسسين ببركة محمد وآل محمد اللهم اكتب الصحة والسلامة والعافية على جميع المسافرين زوار العتبات اللهم احفظهم جميعا من البلاء والوباء يا رب العالمين من كان طالب حاجة في جمعنا هذا اللهم اغضي حاجته ويسر أمره من على جميع المرضى بالصحة والشفاء والعافية سيم المنظورين ببركة محمد وآل محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا أبا الضيم يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى آلك المظلوم صلى الله عليه وسلم يا مظلوم كربل يا يا صلى الله عليه وسلم يا جميع فوز فوزين عظيم هذه دارهم تهيد شجوني كيف حفص الدموع بين الجفوني يا جودي يا أيب الدايا ينفوق خد يا جودي هذه دار الصحب يا عيوني ويوي بعد والبعاد أمر مريب وبما لا أطيقه حملوني لا تنسون هذه الأيام الحسين خرج من مكة عازم إلى العراق وصلوني الدهرين وما كنت أدري بعد وصلين ورحمتي يحجروني أيها اللائم أنكفوا ولكن بمصاب ابن فاطم ذكروني تلك ذكراته من الرزايا وهي من أمات ريب هي أول منهوني هذه المصائب السوت حلت على قلبي زينم ماذا صنعت هذه المصائب تركت زينبا تنادي يا ابن أمي تركت زينبا تنادي يا ابن أمي يا أي ووالدي يا يروع يا 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 بعد سوت المصائب لما وقع الحسين على بوقاء كربلا ماذا صنعت القوم بأهل البيت أري الصوت ويا يوخد السمعة الظهرة وهي حسينية الياسين معروفة مولانا فاسهري يا عيون حشم دوما فاسهري يا عيون حشم دوما واملأ العين يا أمية نوما يوما فحسين على الصعيد أيوا إمام فحسين على الصعيد سريع يوم وانتنا وحسيا يضعان من حرم جدة والوطن عاف المدينة من الفتن أعمر على حيود يلزم الجمعين على الباب كل حن وخان صج في المحام الميت ثمن يريد الخوات من يقعدان والعيون والعيون يا حلا يا صيد قل أخواتك خلي طلعان وياك خذين خلي ركبان طلعان ورا عباس عباس يمشان يمين ويسار الخيل حفين ومن المدينة أشلان طلعان عباس ابعز وجلال وكرا عام شافعان أشوف ما عدك يعني صوتك أريدك للزهرة ومن المدينة من المدينة يا علي يا علي ومن المدينة شلان طلعان ابعز وجلال وقدر شافعان ومن كربل بيحال ردان ولي ولي من كربل من كربل بيحال ردان والله ذا ليلة آتما هي اسمي يا اي انت يا بجامان صاخت حياتي تنحلت والعمر دارك وشاف الموت مدر شلون والله دارك قل شلون طبي حصين دارك والله وعاين انها وهي هي وحشة وخلية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا لا إليه راجعون قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أهل بيتي كالنجوم نجوم بأي أيام أختديتم أهتديتم أهتديتم الحديث يدور حول الإمامة وحول العصمة هذه العصمة التي اختلفت بعض الناس على عصمة أهل البيت على أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام قال جعفر بن محمد الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام كما أن النجوم أمان لأهل السماء فنحن أمان لأهل الأرض تمسك أن تقع الأرض السماء على الأرض وبنا يبعث الله الغيث وبنا ينزل الله الرحمة وبنا ينزل الله البركات حديث رائع جميل وكل كلام أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هو نور وهو جميل وكلامكم نور صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أدلة تجدها في القرآن الكريم وتجدها كذلك تجدها كذلك في الروايات والآيات والأحاديث أنها تؤكد على إمامة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أولاً الإمامة هي امتداد طبيعي للرسالة يعني لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك الصفات التي كان يحملها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من معاجز من كرامات من علم وغير ذلك أنها تشمل أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لماذا؟ لأنهم هم الامتداد للرسالة وإن الأرض لا تخلو من حجه وهم حجج الله على العباد عليهم أفضل الصلاة والسلام وأكد على هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإمامة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بعض شوف الأحاديث غيرت على أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أصحابي يعني من صحب رسول الله ومن رافق النبي صلى الله عليه وآله لو يوماً واحد سمي بمن؟ بالصحابي أحنا عدنا صحابي وعدنا التابعي يعني التابعي الذي أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمون التابعي آخر صحابي من صحابة رسول الله هو جابر ابن عبد الله الأنصاري فمن أدركه أصبح تابعي فالتابعي يختلف عن الصحابي زين لمن ما نجي نقول على أن الصحابي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى الأصحاب الأصحاب خم وكلهم سوا بيهم الزين وبيهم الشين يعني غير الزين يعني لمن ما هذا الحديث أول على أنه أصحابي وليس أهل بيتي إحنا أريد امتداد خلي بالك زين إحنا أريد امتداد طبيعي للنبي يحمل صفات النبي زين بالله عليك سمرة ابن جندوب سمرة ابن جندوب هذا كذلك يعني يعدوا من الصحابة صحابي زين بالله عليك سمرة ابن جندوب طلع ورجع قتل ثلاثين ألف بغير ذنب قتلهم قتل ثلاثين ألف واحد ذبحهم يعني هذا يصير واحد يتابع يعني هذا من سميه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أولا كلمة الإمامة وكلمة العصمة ليش واحد يعني يتألم من عندها أو يتأذى على شنه أولا العصمة بعنوان المعصوم يعني النزيل من كل ذنب النزيل قد يكون الناس الآن مستجاب الدعوة النزيل وصل إلى درجة العصمة الاكتسابية مثلا عدنا عصمة ذاتية تكوينية وعدنا عصمة لا يعني اكتسابية غير ذاتية كثير منهم الآن حتى من العلماء قد يكون وصل إنسان مولانا إلى درجة بحيث يستجاب الدعاء وصل إلى درجة وصل إلى درجة العصمة الاكتسابية يعني الآن احنا من علمائنا اللي ميت مثلاً قبل أربعمية وخمسمية وستمية وسبعمية سنة عدهم كرامات مولانا عدهم مواقب طيبة الشيخ الأردبيل في تاريخ حياته ينغلون أحد طلابه كان يتحدث مع أمير المؤمنين وهو في قبره والإمام يرد عليه ويسمع صوته أي عالم من علمائنا يقول يوم واحد من طلابه يقول أنا أجيت طلابه يقول جيت يقول هو المقدس الأردبي ليأتي إلى قبر أمير المؤمنين صل صلاة الليل أكثر من أربعين سنة صل صلاة الليل يقول فريد يوم أنا طلعت قبل الأذان وشفت أستاذي هو المقدس الأردبيلي يقول إجيه يقول دخل وأنا اتبعته تدري قبل الصلاة الباب مسكر مخفول يعني مسكر مخفول يقول رأيت الباب أن القفل قد وقع والباب فتحت لهذا العالم الجليل يقول إجيه إلى الباب الثاني يعني الدخلاني مثل ما نقول يقول وإذا مولانا بالقفل وقع على الأرض وفتح الباب يقول العالم علماء إذا صارت عندهم مشكلة يلتجؤون إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام ذاك اليوم كانت عنده مسائل شرعية مثل ما تقول عويصة وما أدرك المعنى وما استطاع أن يدرك المعنى من خلال الروايات يقول فجاء إلى علي أمير المؤمنين عليه السلام فلما دنى من القبر يقول هذا الطالب شفت هذا العالم يتكلم بكلام ما أسمع شقول وأسمع يعني حسي الصوت وإذا بالإمام أمير المؤمنين كان يتكلم معه بالنسبة للعالم يسمع لكن بالنسبة لهذا الشخصية ما يسمع لأنه مو كل واحد إحنا بعضنا محجوب علينا ليش هالسهر ذا موضوع طويل ليش يعني إحنا بعض الأوقات بعض الأمور محجوب علينا لأمور شتى يعني لأمور شتى لأصلاح أنفسنا لأمور تخصنا على أنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا كل واحد يعرف هو إنسان خير لو مخوش إنسان يعرف نفسه على كل حال يقول شفت هذا العالم طلع طلع من قبر أمير المؤمنين وخرج إلى أين يقول قاصد إلى مسجد الكوفة يقول طلع يقول أنا ما طلعت وراء جيت وراء وهو يمشي وأنا أمشي وظلمة يقول وإذا دخل هذا العالم إلى مسجد الكوفة هو جاء إلى محراب علي بن أبي طالب أمير المؤمنين يقول شفت سار حديث وكلام من العالم وطلع يقول أنا ما طلعت وراء ارجعت يرجع للنجف يقول أنا بالمرة ما أدري على أنه غير اختياري كحيت اسعلت يقول التفت قال من هذا هذا العالم قلت له أنا خادمكم فلان طالب من طلابك قال من متى أنت خلفي تمشي قلت له اليوم دخلت إلى ضريع علي بن أبي طالب عليه السلام وانفتح لك الباب وانفتح لك باب الثاني واتكلمت مع أمير المؤمنين عليه السلام وخرجت وجئت إلى هنا قال له هذا سر بيني وبينك لا تبوح به أحد قلت له مولاي لماذا جئت هنا وخرجت أنت بهمة وبعجل من ضريح الإمام أمير المؤمنين وجئت إلى هنا قال لأنا تكلمت مع سيدي ومولاي علي بن أبي طالب عليه السلام إلى مسألة ما أقدرت على هذه المسألة فقل لي اذهب تجد الآن ولدي الإمام الحج ينتظرك بالمسجد الكوفة قال له هناك الإمام ينتظرك فاسأله فهو يجيب يقول الآن أجيت للإمام عليه السلام سألت بعض الأسئلة أجاب الإمام ثم استأذنت فخرجت يعني هذا اللي يتكلم مع الإمام أمير المؤمنين وصل إلى درجة من العلم وصل إلى درجة من التقوى وصل إلى درجة من الإيمان بحيث أنه يتصل بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يعني تهذيب النفس العمل الصالح أعملوا بعمل نبيكم وسيروا بسيرة نبيكم فأنه لا يريد إليكم إلا السعادة هذا وصل إلى درجة ليش خائف من العصمة يعني إما نستطيع أن نستدل أنه الله سبحانه وتعالى أذهب عن هؤلاء الرس وطهرهم تطهيرا الله سبحانه وتعالى بعدياً خط امتداد بعدياً العصمة ماك واحد ما يعتقد بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معصوم هذه العصمة ما دام الإمامة امتداد لرسول الله صلى الله عليه وآله وأن الأرض لا تخل من حجة كما قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام وأئمة أهل البيت لو خلية الدنيا من الحجة ساخت الأرض بأهلها لأن بهم صلوات الله وسلامه على ثبتت الأرض والسماء عليهم أفضل الصلاة والسلام وعدنا أدلة وروايات وأحاديث كثيرة بالنسبة لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام نحن حديثنا هذه اليوم كذلك نشمل بهذا الحديث بالإسم عن الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام وهو العاشر من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام فإن الله جعلهم حجج على العباد وأعطاهم الإمامة وأعطاهم التوكيل شوف خلي بالك زين نحن الآن ما هي معنى الولاية التكوينية الآن لو أن نسمعا بالولاية التكوينية الذي أعطيت لأهل البيت أنا أجيب لك أدلة من القرآن على أن أهل البيت هم الولاة والولاية التكوينية إن الله أعطاها لأهل البيت البعض يقولون لا أن أهل البيت شرفاء متى ما أرادوا خلي بالك زين هذا قول مو قول هذا متى ما شاءوا دعوا الله سبحانه وتعالى إن الله يجيب دعواهم هاي لا ترتبط بالولاية التكوينية أبدا يعني مو ولاية تكوينية يدعو الإمام سلام الله عليه فالله يستجيب دعوته انت تروح للإمام الآن يتقل له أنا عندي حاجة ادعو الله لي أو مثلا واحد يدخل على النبي صلى الله عليه وعاله شاب يقل له يا رسول الله ادعو لي أنا عندي حاجة وأريد هاي الحاجة تقضى قدعا والنبي يقل له عندك أم قال له لا قال له عندك أبو قال له عندي أبو قال له اذهب لأبيك أن يدعو لك فإن الله يستجاب دعوته زين زين هذا دعاء لكن الدعاء مع الولاية التكوينية تختلف ليش يعني احنا نسميها الولاية العامة لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيها فأنفخ فيها أو فيه فيكون طيرا بإذن الله يا هذا عيسى بن مريم على نبينا وأهل بيته وعليه آلاف التحية والسلام زين عيسى بن مريم قال زين قال بعد سنه أبرأ الأكمة والأبرص وأحي الموتى بمن بإذن الله زين إذا كان بإذن الله عيسى بن مريم قال أدعو الله لو قال أخلق أسألكم بالله قال أخلق لكن بإذن الله قال أدعو الله فأحي الموتى لو الله نعطي ولا يتام نعطي ولا يتام زين أكو فرغ بين الدعاء ما قال أنا أخلق طيرا ثم أدعو الله فيكون طيرا قال قال لا أنا أخلق يعني نسب الخلق إلما إله يعني الله نعطي ولا يتام يستطيع أن يخلق شوف كلي بالك إحنا بعض الأوقان لما ما نصل إلى هذه المعاني نقف لا أحنا أدل عد قرآنية أدل كثيرا الله سبحانه وتعالى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام إذا عيسى بن مريم مولانا عند أربع حروف أو ثمانية الله أعطاه زين يحيي الموتى بإذن الله علي بن أبي طالب عنده 72 حرف من اسم الأحمر ليش أنا لما ما أجي إلى أهل البيت أبخل عليهم ليش إذا وصلنا إلى أهل البيت يتسكر الباب هذا موسى بن عمراني يعني ولكن كان يقلب الميمن على الميسرة بإذن الله لأراد أئمة أهل البيت نحن لا نقول إلا وبإذن الله سبحانه وتعالى بمشيئة الله أولاً صالحين صالحين ومن يطع الله والرسول الله يقول سبحانه وتعالى والذين آمنوا موشكين أنعم الله عليهم من الصديقين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأولئك وحسن أولئك رفيق الله شوف هذه الصفات أولاً إذا كان يريد يقول الأنبياء هو النبي وعدهم منزلة النبي والإمامة إذا يقول على أنه الصديقين هم الصادقون يعني يكون مع من مع الصديقين إذا يقول شهداء فهم من الشهداء ما منا إلا مختول أو مسمون وإذا يقول من الشهداء في الآخرة فهم من الشهداء كل العلماء حتى في بعض مولانا على روايات من هنا ومن هناك مو من عدنة على أنه يقول القائل إذا على أن علي بن أبي طالب بيوم القيامة لم يكن سك بيده من أمير المؤمنين ما يدخل الجنة زين ها هو لا شهداء والصالحين هم الصالحون أو وصف القرآن كثير من الأنبياء السلام عليك أيها العبد الصالح اللي أنزل مرتبة من العصمة الله الإمام يسلم عليه يقول السلام عليك أيها العبد الصالح متى يسير عبد الصالح قال المطيع لله ولرسوله شوف شوف هذا المعنى يفسر إلى السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع علما يمتسير عبد الصالح يمتسير عبد مؤمن إذا آمن بالله ورسوله والذين آمنوا من هم هذول الصالحون من هم أولاء الشهداء يمت يكون على أنه العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولذلك يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم أوت له العلم كما أوت لمحمد وآل محمد الهداية من يم تجي الإمام الصادق شوف خلي بالك زين يلتفت إلى رجل إلى رجل قال لأ أنت تفسر القرآن أسمع قال لأ أين قل لأ ماذا تقول في الحمد أين 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 الدعاء بالحمد أين الدعاء وأين التحميد وأين التواصل قال أين قال أين أين قال لأ أول ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أنت تحمد الله وتشكره وبعد الحمد ماذا تريد تقول اللهم اهدني إلى صراط المستقيم منه قال الصراط المستقيم حسنا نعدي تفسير وعدّا تأويل يعني الصراط المستقيم قال الصراط المستقيم تر نحن كنا نصلي قال الإمام فقط وأنا نحن أين نصلي لماذا يعني أهدنا صراط المستقيم بأن ه стан الصراط المستقيم تختلف عن الصلاة ushah صلاة الصلاة تختلف عن الصراط المستقيم لي نقول أهديني حتى أصلي هو هو يقع يصلي بعض شهدي أكو شيء أعظم من الصلاة وأكو شيء أعظم مولانا من أي شيء اهدني على صراط المستقيم أي سبتني على ولاية أمير المؤمنين مو تمام هالشكين وهذا الكلام هو الجميل على أنه الهداية وين لازم نهتدي بهداء أهل البيت ولذلك يقلهم على أنهم كلهم أنوار بأيهم تختدي تهتد ليس لأن نورهم واحد كلام أهل البيت واحد هدف أهل البيت ما هو هس أنت إذا واحد قال لك ما هو الهدف هو بعد معلوم الآن أهل البيت ما يجعون من أجل الكراسي وما يجعون من أجل يشكل دولة ورئاسة ويحط وزراء ويحط كذا لا أن أئمة أهل البيت جاءوا من أجل أن يخرجوا الناس من الظلمات علما إلى النور هاي معنى شنه؟ الحداية هاي معنى الحداية نهتدي بمن؟ بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ولذلك يقول النبي هم كالنجوم وروايات كثيرة مولانا ينقلوها عبد الله بن عباس من الصحابة على أنه أعداءك بيهم شهدوا لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بالعلم بالمواقف بالشجاعة بالكرم بالجود لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام نحن قلنا الكرم وشنه الجود ترى الكرم يختلف عن الجود الجود ما يعطي ما عنده ما يملك ويأثرون على أنفسهم ولو بهم هذا جسمه ولأنا مو عندي ججداشة زايدة كذا وما ألبس أنطي أسمي هذا إيثار لا يعني كريم أكو واحد يعطي لكن عنده يسمونه كرم هل سفي مقابل هذا البخل هل نعوذ بالله من البخل أهل البيت يقول ما منا بخيل الحمد لله الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله كواحد ذاكي لهم مو هس قبل فترة يعني مو هنا هذا الحمد لله تجد ما شاه الله الكرم والوجوه الطيبة ومولانا والله يعني أن يسئلوني في بعض أماكن أروحا يعني أقولهم الله كرم وجود في الكويت العنده والما عنده الحمد لله يعطي لأن سجيتهم هكذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول البخلو أخلو شجرة في النار قالوا له سيدنا يا رسول الله أين الشجرة بها أخصان مو قال أخصانها هؤلاء البخلاء في الدنيا يعني هذول يرتبطون وين شين يقول القرآن ما سلككم في صغر قالوا ما كنا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين بعد قال وكنا نكذب بيوم الدين سيقول هذا أنه هذا غيرنا لا القرآن نزل مولانا دستور أول ما يشملنا أحنا ويشمل الناس كلها لا يستعنس هذا يقول لك أنا على أنه كل واحد من عندنا صحيح نعمل من الله وأهل البيت أن يرزقنا مولانا الشهادة ويلهمنا التقوى والإيمان ويلهمنا معرفة أهل البيت أكو حديث جميل يقول على أنه الصلة بالله سبحانه وتعالى والمعرفة لازم مثل ما تعرف الله لا تستطيع أن تتقرب إلى الله بالإيمان إلا عن طريق محمد وآل محمد لكن أحنا لازم منصر خوش أو وادم هذا واحد فريديون دخل على ما أدري هسه أبو الحسن الإسفهاني أو أحد العلماء وجاي من البادية هذا من البادية لا يقرأ ولا يكتب طبوا هذه المكتبة طبوا يا الناس بعديا التفت إلى العالم شوف قصة جميلة التفت إلى العالم قال للحمد لله أقرأت هذه المكتبة كلها قال لها أنا سبعين سمانين سنة بعد أقرأ وما أقدر تقرأها كلها في حون أقرأتها قال لها أنا أقرأتها قال لها شلون قال لها قرأت هذه الكتب كلها تقول يا إنسان سرخوش إنسان يا إنسان سرخوش إنسان أهل البيت إجاب أجلي أن يقل لي ويقل غيري على أنه يا إنسان سرخوش إنسان وإذا تريد تعبد الله والله يحبك وريدك تعال عن طريقنا ماكو شيء إلا وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بنا يمسك الله الأرض السماء أن تقع على الأرض أو تادي الأرض يسمونه العلماء يسمونهم أهل البيت هم أو تادي الأرض عليهم آلاف التحية والسلام فإذن النبي يؤكد على المتابعة لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ومن تبعهم فاز فوزا عظيما يوم لا ينفع مال ولا بنون إلى من أتى الله بقلب سليم ويقول الإمام القلب السليم لا يكون سليم إلا بمحبة محمد وآل محمد الله أكبر معناة السليم يعني شنه السليم؟ معناة السليم يعني هذا الذي يستوعب القلب السالم الصحيح ولا يكون صحيح إلا بحب أهل البيت وإذا يقول القرآن وبران على قلوبهم ما كانوا يكسبون إذا كان مولانا هذا موحظة أو آية ودليل ما يفيده نحن نتحدث عن الإمام مواقف الإمام للإمام كرامات الإمام الهادي نحن مو ليلة الآتية للبعدها إن شاء الله عدنا على أنه عيد الغدير لكن ليلة بكرة نتحدث كذلك عن الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام وقلت لك أول البحث أن نورهم ما أخذ على أي أحد منهم تضع يدك أو تتحدث فإنهم مولانا كلهم نور واحد ولذلك هذا بعد ما تفيده موحظة وتعال قل قال أمير المؤمنين وقال رسول الله وقال الإمام الحسني والحسين لا هذا بران على قلوبهم يوصفون التفصيف يقول هذا مثل الطوبة إذا تقل له حديث ورواية مثل الطوبة تضربها بالحاية وترد عليك يعني أنت كلامك من تحكي وهيش ناس يرد عليك كذا خلاص ليش بالله عليك كذول اللي يدعون بالإسلام ما كانوا يصلون عمر بن سعد ما كان يصلي ما كان يصوم كثير كانوا يصولون ويصومون مولانا ويحتقدون بالرسالة ويعرفون النبي وحافظين الأحاديث لكن هذا الاجتماع بالله عليك على الحسين بن علي الإمام الآن قاصد وين رايح؟ إلى كربلا كربلا يحتاج إلى تضحية الحسين ذهب لكي يضحي ما خرجت أشراً ولا بطراً ولا فاسداً بل خرجت لطلب الأصلاح في أمة جد رسول الله ومن تبعني بالحق فإن الله أولى بالحق ومن رد علي سوف أصبح حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بالله عليك أكو واحد يقتلون عياله أحد العلماء يقول من المراجع يقول أنتم قتلتم الحسين قطعوا الراسة خلونا على رمح طويل تفترون بالبلاد أكو واحد بالتأريخ أكو حريم كريمات مولانا مجللات تأخذونهم سبايا من مكان إلى مكان أكو واحد يدعي بالإسلام وعند دين يصنع هكذا عمر بن سعد شقلهم عجيبوا زينب قالوا لبماذا نجيبها قال طلعوا عشرة من الخيول خلي رضاً جسد الحسين بالله عليك الإمام الحسين مختول وقد قطع رأسه جسد بالآراس مولانا على حرارة الشمس وإذا بالخيال قد أقبلت إلى جسد الحسين عليه السلام أسئلك بالله الإمام وين انقتل الآن وين أكو مكان مدفل للحسين وأكو مكان ما وقع الإمام الحسين الإمام لما وقع على رمضاء كربلا أجت الخيول أخذت تقلبه بطناً على ظهر وإلى ذلك لما الإمام السجاد عجب أبي وأمي رآه ملقاً على ظهره وذلك اللعين أكبه على وجهه ونحر الحسين عليه السلام لكن لقالي لأن أريد حاناً هنصد الخيال للجبلين وجب المنى علابى ولك على صنعي للجبلين تذكروا الجبلين أريد بهدوة الليلة الى ابي عبد الله كأن صوت من المرحم زينب الى اين طالع قضى يومك قضى يومك قضى يومك بعد يومي قضى يومك قضى يومك بعد يومك قضى يومك قضى يومك قضى يومك قضى يومك قضى زينب وين بالله علي عندك اذا خادي اذا عندك مريض توجه الى الحسين يتوجه إلى عضيد الحسين إلى أبي الفضل العباس زينب كانت تسع كأنها بين الصفاء والمروى متحيرة مرة تقف على جسد الحسين ومرة تنظر إلى قمر العشير أبي الفضل يقول جاءت إلى أبي الفضل العباس عليه السلام وإذا بأمرأ جالس عند الجسد تنادي ولدي قطعوا يمينك ولدي قطعوا يسارك أمعنت النظر زينب هاي أمي أمي لبني نقل ها لا يزينب لا يزينب أنا أميك الزهرة أنا أميك الزهرة جيت تبتع لعباس يوم أميك الزهرة جيت تبتع لعباس أخوة الشعم ويرفع الرأس والله أخوة الشعم ويرفع الرأس يسئلون زينب يسئلونها زينب يقولوا لها أنت على الناقة ما عندك خوان ما عندك أهل يتقلوا مطلعت من المدينة بعز وجلال وإياه سوالي سوالي وبسي وفهم سوالي ظلال والله بسي وفهم سوالي ظلال السبعين كلهم رجال نصبت لهم على العزب فاقي الجمال والله نصبت العزب من فايا الأقل عولي محسين عاد الميت بتابوت ينشال ترى ما شفنا يضل عار على الوطي والله ما شفنا يضل عار على يا الوطي صاح الرجاي بسرة والحاد ميتنا وحش بخوتي واهلي ميتنا يصير نشيل ما نتفي يا الله عافنا واحفو عنا وارحمنا وتب علينا واقضي حوائجنا يسر أمورنا شافي مرضاءنا سيم المنظورين أحفظنا جميعا بحفظك واحفظنا سيم القائمين على هذا المأتم أحفظهم جميعا تقبل أعمالنا وأعمالهم ارحم موتانا جميعا ببركة الفاتحة مع الصلوات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة